في خبر آخر أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المملكة لا تعمل على تطبيق أحكام ومقتضيات الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي صدقت عليها حيث ما زالت تماطل في تنفيذ التوصيات الختمية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل الأمر الذي يعرض الطفل المغربي لانتهاكات خطيرة دائما ما تقترن الطفولة بالبراءة والهشاشة وبأنها أكثر فئة تحتاج إلى الحماية والأمان والرعاية لكن وضع الأطفال في المغرب يعكس واقعا مغايرا واقع يعايش فيه هؤلاء مختلف أشكال العنف محرومون بذلك من أبسط حقوقهم صرخة موجعة أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أكدت أن المملكة المغربية تتماطل في تنفيذ التوصيات الختمية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والتي سبق للدولة أن صادقت عليها داعية في الوقت ذاته المملكة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية ضحية عنف وتعذيب ليس هذا فقط ما يواجه الطفل المغربي الذي يصارع شكلا آخر من أشكال الاستغلال استغلال لفقره وحاجته الماسة إلى غذاء وشراب المندوبية السامية للتخطيط في المملكة كشفت أن ستة أطفال من أصل عشرة يعملون بأشغال خطيرة خلال سنة 2021 المندوبية ذاتها أكدت أن 148 ألف طفل تتراوح أعمارهما بين السابعة والسابعة عشرة زاوال نشاطا اقتصاديا خلال سنة 2021 مشيرة إلى أن 79.5% منهم ذكور 12.1% منهم يشتغلون بالموازات مع تمدرسهم و85.7% غادروا المدرسة بينما لم يسبق ل2.2% منهم أن تمدرسوا تضارب في الأولويات يعيشه نظام المخزن المغربي الذي بات منشغلا اليوم بمطاردة النشطاء الحقوقيين عوض حماية من يقع على عاتقهم مستقبل البلد ويعتمد عليهم مصير المملكة